السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية اختيار القاطع الفرعي المناسب لكل جهاز كهربائي منزلي سنتحدث عن كيفية توزيع الأحمال الكهربائية المنزلية على القواطع الحرارية المغناطيسية والطريقة التي يمكنكم اتباعها في اختيار قيمة شدة التيار القواطع الفرعية سنشاهد أيضا الطريقة الصحيحة التي يجب عليكم اتباعها في اختيار القاطع المناسب حتى إذا وجدتم أمامكم جهاز لم أقوم بدكره في هذه الحلقة حتى لا أطيل عليكم كل الحلقات المرتبطة بهذه الحلقة كالعادة ستجدونها في وصف هذا الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم في الأسواق ستجدون قواطع معينة محددة من شدة التيار توافق الأقطار المحددة للأسلاك والتوصيلات من البريزات إلى آخره التي يتم صنعها وبيعها في السوق المحلية طبعا طبقا للمعايير المتبعة حسب النظام الدولي أو المحل الخاص بكل دولة إذا كان أحد أنواع القواطع التي تجدونها أمامكم غير متوفر في السوق فعليكم ترحيل كل الأجهزة التي من المفروض أن يتم توصيلها بهذا القاطع إلى القاطع الأكبر والأقرب من حيث قيمة شدة التيار المهم سنبدأ على بركة الله مع القاطع الأول الذي تكون قيمته محددة في شدة التيار 6 أمبير هذا القاطع نستعمله في توصيل بعض الأجهزة الخفيفة أو الصغيرة التي تتواجد في لوحة التوزيع مثل الجرس الكهربائي أو بالقرب من لوحة التوزيع مثل جهاز الأنتيرفون أيضا بعد أجهزة الإنضار أو الإشارة أو التحكم مثل جهاز التحكم في درجة حرارة المنجيل أو مع أجهزة البيوت الدكية التي يتم ربطها بالوفي القاطع الثاني هو قاطع بشدة التيار 10 أمبير هذا القاطع نستعمله مع دوائر الإنارة بشرط حدم تجاوز أربع مصابيح في قاطع واحد 10 أمبير وتدخل أيضا في دوائر الإنارة التليريبتور واحد فقط لهذا الجهاز لهذا القاطع يعني قاطع واحد للتليريبتور والمؤقت الزمني للدرج واحد فقط لهذا القاطع والمؤقت الزمني 24 ساعة واحد فقط مع قاطع واحد بقيمة 10 أمبير يمكننا أيضا تغذية البرزة العادية 10 أمبير بهذا القاطع وهي البرزة العادية التي لا يوجد فيها منفذ للأرض لكن بشرط أن لا نتجاوز أربع بريزات في قاطع واحد 10 أمبير أو تلفزيون واحد مع قاطع 10 أمبير على سبيل المثال القاطع الثالث هو قاطع بشدة تيار 16 أمبير هذا القاطع لا بد من توصيله مع البرزات 16 أمبير التي يتواجد فيها مأخذ الأرضي ويمكن أن نقوم بتوصيله مع 8 بريزات كحد أقصى للأجهزة الصغيرة مثل خلط البيض أو متحنة القهواء أو المكنسة الكاربائية يمكننا استعمال أيضا قاطع واحد 16 أمبير للتحكم في محرك واحد للستائر النوافد أو جهاز حاسوب واحد القاطع الرابع هو قاطع بشدة تيار 20 أمبير يمكننا استعماله مع جهاز واحد لسخان الماء البرميلي أو جهاز واحد لغسالة الأواني أو جهاز واحد للغسالة أو جهاز واحد للتلاجة أو جهاز واحد لأي سخان كاربائي لكن مع مراعاة قدرة هذه الأجهزة سنشاهد ذلك بعد قليل القاطع الخامس هو بشدة تيار 25 أمبير يمكننا استعماله مع جهاز واحد للتكييف أو جهاز واحد لسخان الماء الحراري الذي يعتمد على المقاومة الحرارية وليس على تخزي المياه مثل سخان الماء البرميلي أو جهاز واحد لمحرك فتح الأبواب أو أي محرك كاربائي يحرك أشياء تقيلة نوعا ما داخل المنزل عكس محركات الستائر أي محركات صغيرة أو تحرك أي تقل كبير أيضا الأجهزة التي نقوم بتركيبها مع القاطع 25 أمبير لا بد من مراعاة قدرة الأجهزة القاطع السادس هو بشدة 32 أمبير يمكننا استعماله مع جهاز واحد للموقع الكهربائي أو جهاز واحد للفرن الكهربائي مع مراعاة قدرة الأجهزة والتي سأشرحها الآن ماذا تعني مراعاة قدرة الأجهزة بالنسبة لاحظوا معي بالنسبة لسخان ماء البرميلي والمكيف والموقع والفرن على سبيل المثال الكهربائي وحتى الغسالات تصنع بعدة قدرات مختلفة على حسب الطلب مثلا المكيف الذي نضعه في غرفة المنزل هو أقل قدرة من الذي سنضعه في الصالون الضيوف والمكيف الذي يتواجد في قاعة كبيرة أو مسرح أو محل تجاري سيكون أكبر من حيث القدرة نفسي مع سخان ماء البرميلي الذي يتواجد في الفنادق والمسجد هو أكبر من حيث القدرة وأيضا الأجهزة الحرارية التي وضعناها تحت تحكم القاطع 32 أمبير لذلك حتى نكون دقيقين أكثر في توزيع الأجهزة مع القواطع التي ستناسبها إذا كان لدينا جهاز كهربائي واحد قدرته أقل من 3500 واط فلابد أن نضع له قاطع واحد بقيمة 16 أمبير وإذا كان لدينا جهاز كهربائي واحد قدرته أقل من 4500 واط فلابد أن نضع له قاطع واحد بقيمة 20 أمبير وإذا كان لدينا جهاز كهربائي واحد قدرته أقل من 5750 واط فلابد أن نضع له قاطع واحد بقيمة 25 أمبير وإذا كان لدينا جهاز كهربائي واحد قدرته أقل من 7150 واط فلابد أن نضع له قاطع واحد بقيمة 32 أمبير وإذا كان لدينا جهاز كهربائي واحد بقدرة أكبر من 7250 واط لكن لا تتجاوز قدرته 8000 واط فلابد أن نضع له قاطع واحد بقيمة 40 أمبير وإذا كان لدينا جهاز تكبر قدرته عن 8000 واط فلابد أن نلجأ إلى قاطع 50 أمبير هذا التوزيع هو توزيع مطابق للمعيار الفرنسي C1500 ولا أظن أنه يختلف كثيرا عن كل المعايير التي نتبعها في دولنا العربية أما بالنسبة للأنواع التي يجب اختيارها للقواطع هل النوع B أو C أو D كل الأجهزة ضوئية مثل المصابح والتلفاز وأنظمة الإشارة يمكن أن نستعمل القواطع من النوع B أما باقي الأجهزة في كلها يوصى باستعمال النوع C من القواطع الفرعية لكن حتى إذا تم استعمال النوع C في كل الأحمال المنزلية لا يوجد عيب في ذلك لأن النوع B أصبح بحدود الاستعمال يعني ولن تجدوه في الأسواق كثيرا وهي أجهزة حساسة وغالية تمنتج يستعمل فقط أحيانا في المستشفيات مع بعض الأجهزة مثل السكانير أو تصوير بالأشعة وأشباه ذلك سنشاهد في الحلقة المقبلة كيفية اختيار قطر الأسلاك المناسب لكل قاطع طبعا في استمرار لنفس النظام والقواعد إلى هنا وصلنا إلى ناعة هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة